بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك العبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لكل قوم طريقتهم في الاختيار بين الأمور العرب مثلا عندهم الأزلام الأزلام هذه أعواد يكتبون على واحد منها أمرني ربي يكتبون على الثاني نهاني ربي ثم يقرعون بينها ويسحبون والذي يخرج له يفعله أمرني ربي فعل نهاني ربي لم يفعل قوم ثمود أصحاب صالح عليه السلام يتطيرون يتطيرون أي إذا احتاروا في شيء قذفوا طيرا في السماء فإذا طار إلى جهة اليمين فهو خير ويذهب إلى جهة اليسار فهو شر حتى أنهم قالوا لصالح اتطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون و الغرب المعاصرون تتأثر اختياراتهم أيضا بأشياء معينة يتشاؤمون فيها إذا وجدوا شيئا فيه الرقم ثلاثة عشر أو مر أحدهم ببومة كان هذا عندهم علامة على عدم الفعل وإذا رأوا حدوة حصان أو ورقة قرنفل فمعناه أقدم وفعل الغجر يأتون بأوراق اللعب هذه وصدف ينظرون فيها ويقرون اليوم بعض الجهال عندهم قراءة الكف والفنجان وقراءة الأبراج أشياء ما أنزل الله بها من السلطان فقط لكي يطلبوا المساعدة في تحديد قرارهم فهل هناك طريقة ربانية لتحديد الاختيار لأجلنا نعم يوجد تابعونا الناس عندهم افتقار شديد إلى طلب المساعدة في الاختيار من قوة أخرى هي أكبر منهم ولأنهم لم يهتدوا إلى الله تعالى فقد أتوا بأمور هي أقرب إلى الضحك والتفاها وهذا كله من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أما المسلمون فقد أبدلنا الله تعالى طريقة هي خير من ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك و أستقدرك بقدرتك و أسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر و لا أقدر و تعلم و لا أعلم و أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري أو قال في عاجل أمري و آجلي فقدره لي و يسره لي ثم بارك لي فيه و إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري أو قال في عاجل أمري و آجله فاصرفه عني واصرفني عنه و اقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال و يسمي حاجته و الحديث رواه البخاري إنها صلاة الاستخارة إن الذي يصلي الاستخارة شعوره و قلبه باتجاه ربه اعتماده عليه هو الذي سيدبر أموري و هو الذي سيوفقني فإذا اعتمد على هذا الإله العظيم فإنه سيطمئن و سيرتاح و من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر يا من استخرت الله لقد وكلت القرار إلى من هو أعلم بحاجتك مني و منك إلى من هو أكثر رحمة بك حتى من نفسك تصدقني سيرشدك إلى أحسن ما يكون الاختيار ولكن استخارة الملك ليست عادية و الوصول إليها يحتاج إلى ترتيب فهناك أفعال معينة و هناك كلمات محددة فليس كل أحد يقول ما يخطر بباله لا قال جابر من عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور قال كما يعلمنا السورة من القرآن مسألة دقيقة لماذا؟ لأن النتيجة عظيمة ذكر بعض أهل العلم أن حكمة أداء الركعتين قبل الدعاء هو تعظيم شأن هذا الدعاء بما يليقه لأنك ستطلب خيري الدنيا و الآخرة فلابد أن تكون مقدمة هذا الطلب بما يناسب هذا المقام و لا شيء أرفع و أكرم من أن تجعل الصلاة هي المقدمة أيو الله طيب في ماذا تكون الاستخارة؟ تكون في الأمور الغير معتادة يعني لا يستخير هل يذهب للعمل أم لا هل يقرأ الصحيفة أم لا أيضا إذا أراد أن يستخير فإنه يستخير في الأمور التي لم يرد فيها تفضيل شرعي فلا يتخير مثلا هل أخذ قرضا ربويا أم لا ما يستخير هل أحج أم لا لا لكن يستخير هل أحج مع الحملة الفلانية أم مع الحملة الفلانية؟ لهذا انتبهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر و لذلك الاستخارة عند العزيمة و التصميم على فعل الشيء و قبل الشروع فيه لأن الخواطر للثرد على القلب كثيرة تخيلوا لو أنه استخار في كل ما بدى له و خطر على قلبيه تضيع عليه أوقات كثيرة و هل الاستخارة وقت معين يعني مثلا نصف الليل أو بعد فريضة معينة لا ليس هناك دليل على تحديد وقت معين بل متى ما احتجت إلى الاستخارة فاستخر طيب لو أراد أن يصلي الاستخارة في أوقات النهي عن الصلاة يعني مثلا بعد صلاة العصر فهل يصليها في هذا الوقت؟ الجواب يعتمد إن كان الأمر مستعجلا بحيث يفوت وقته فهنا لا ينتظر لكن إذا كانت لسبب يمكن أن يتأخر فالأفضل أن تؤخرها إلى ما بعد وقت النهي و لو صلى سنة من السنة الرواتب ثم أراد استخارة فهل تجزئه؟ يعني مثلا صلى سنة المغرب و أراد أن يجعل سنة المغرب هي الاستخارة في نفس الوقت فيقول دعاء بعدها هل يصح أم لا؟ ذكر أهل العلم أنه لا يلزمه أن يأتي بركعتين جديدتين و لكن بشرط أن يكون قد نوى قبلها الجمع بينهما بين الاستخارة و تلك الصلاة فإن سألت ماذا أقرأ في صلاة الاستخارة من السور الجواب لا يحدد بسورة معينة بل يقرأ ما تيسر لهم القرآن لأنه لم ترد سورة معينة لصلاة الاستخارة طيب إذا أردت أن أقرأ من كتاب يعني دعاء نفسه إذا انتهيت أقرأه من الكتاب الجواب نعم يمكن ذلك و لكن القراءة من الحفظ أفضل إلا إذا كان إذا قرأ في الكتاب يتدبر أكثر فنعم و هل أكرر صلاة الاستخارة في الشيء الواحد نعم يجوز و رد ذلك عن ابن الزبير و من لم يتمكن من الصلاة فهل يقتصر على الدعاء فقط مثلا امرأة عندها عذر شرعي أو كان الرجل الذي يجب أن يختار ليس لديه وقت لأجب أن يختار الآن خلال ثوان معدودة كشراء سهم مثلا فهذا لا يجد وقتا للصلاة ركعتين ماذا يصنع هنا لا بأس لا بأس أن يقول الدعاء فقط قال الإمام النووي لو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء و لكن أين يقوله أين يقول الدعاء يقول الدعاء بعد فراغه من الصلاة مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول الدعاء اللهم أن يستخيرك بعلمك و انتبه إلى أمر مهم عند قراءتك لدعاء الاستخارة أمر مهم جدا يغفل عنه كثير من الناس إذا ما رعيته لن يستجاب دعاءك و لن تستجاب استخارتك ما هو هذا الأمر سأوضحه لكم لكن بعد الفاصل أمر هام لا بد أن نعلم أن الدعاء لن يستجاب إذا كان صاحبه يقوله بلا استحضار ذهني و لا انتباه يجب أن يكون مستشعرا للكلام الذي يتلفظ به قال صلى الله عليه وآله وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافَلٍ لَهٍ و لهذا إذا كنا نستخير الله تعالى فيجب أن تكون لنا خلفية عن معنى الكلمات التي نقولها بعض الأسرار بعض الحكام أن نعلم المعاني لأن الله قد اختار لنا دعاء في الاستخارة يجمع لنا الخير كله و لا يترك شيئا من الخير إلا جمعه فعلا استخار اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر و لا أقدر و تعلم و لا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم أني أستخيرك أي أطلب الخير منك حرف السين ما حرف التاء إذا جاء في أول كلمة غالبا يدلاني على الطلب مثل استسقاء يعني طلب السقية استعاذة طلب العوذ استجار طلب الجوار وهكذا استخيرك أي أطلب منك الخير بعلمك قال وأستقدرك بقدرتك أي أطلب منك أن تعطيني القدرة بقدرتك أنت لكن قد يتساءل متساءل لماذا الجمع بين العلم و القدرة بالذات يعني لماذا العلم و القدرة الجواب لأن الجمع بينهما يحقق الهدف و الغاية بالكامل بعض الناس عنده علم يعلم الاختيار الأفضل لكنه لا يقدر عليه فلا يحقق مبتغاه وبعض الناس عنده القدرة على أداء الأشياء أشياء كثيرة يستطيع أن يفعلها لكنه لا يعلم أي واحد منها هو الأفضل فجمع الله لك الخير كله بالجمع بينهما فأرشدك إلى أن تقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ثم تقول بعد ذلك وأسألك من فضلك العظيم لأنك الآن تطلب لست تستفهم لا لا أنت تطلب تطلب الأفضل فهو طلب للإعانة تعليم وإعانة في نفس الوقت فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب وهذا فيه تذل للمعبود وبالمناسبة يجب أن نعلم أن الله يحب أن تتذل له إيو الله فإذا فعلت ذلك أعطاك ما تحب ثم تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه يعني تذكره شراء سيارة الزواج من فلانة أو فلان الدراسة في الكلية الفلانية أي شيء أي شيء تسميه باسمه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي لماذا بدأ بقوله في ديني لأن أعظم مصيبة هي المصيبة في الدين ومن الدعاء الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولو حصل لك كل خير في الدنيا لما عوض ذلك عنك مصيبة واحدة من مصائب الدين فبدأ أولا بالدين ثم بعد ذلك قال ومعاشي وهذا يتعلق بالدنيا فهذا من أدعي لتجمع لك الدنيا والآخرة فما أعظمه الله يقول الله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ثم قال وعاقبة أمري وذكر العاقبة هنا لأن الأمر قد يكون خيرا في البداية ثم ينقلب على صاحبه بعد ذلك والعبرة بالخواتين فاقدره لي ويسره لي لاحظ لاحظ عبارة هذه فاقدره لي ويسره لي لاحظ الرحمة في طلب التيسير زيادة على طلب القدرة فاقدره لي ويسره لي لأن هذا الأمر الذي تستخير فيه قد يكون هو الأفضل وسيتحقق لك لكن بعد ماذا بعد تعب شديد مثلا تستخير في بناء بيت فيحصل لك ذلك لكن بعد أن تخرج روحك مع العمال ممكن ممكن لكن هنا قال فاقدره لي ويسره لي أرأيت كيف أن الدعاء دقيق ما ترك شيئا دقيق انتبه معي للبقية قال ثم بارك لي فيه لأنه قد لا يكون مباركا ربما تستخير في وظيفة تتوظف تقدر وبسهولة يسره لي لكن الراتب لا بركة فيه لا يمكنك أن تتدخر منه فلسا واحدا فقال ثم بارك لي فيه ثم قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وهذا عكس ما مضر قال فاصرفه عني أي أبعده عني بحيث لا يقدر هذا الأمر ولا يقع ثم قال واصرفني عنه طيب ما الفرق ما الفرق بين اصرفه عني وبين اصرفني عنه أخي الكريم أختي الكريمة قد ينصرف الأمر لكنه لا ينصرف من قلبك الأمر قد ينصرف عنك لكنه لا ينصرف من قلبك مع أنه شر وأنت لا تعلم فلا تزال تتمنىه وتتحسر عليه وتتعلق به وتتمنى حصوله فقال واصرفني عنه حتى لا أتعلق به إذا كان هو ما هو الخير الله أكبر ما أحلى هذا الدعاء انظر إلى خاتمته قال وقدر للخير حيث كان ثم أرضني به لأنه بعد هذا كله قد يختار الله ما هو خير لك لكن لا ترضى به فتأمل عظمة هذا الدعاء وجماله حتى الرضا بعد النهاية حرص عليه الدعاء والله ما كان لبشر أن يستخرج هذه الدرر من نفسه ما يستطيع هذا الدعاء لا يأتي إلا من الله الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم هذا الدعاء وما ينطق عن الهوى إنهما إلا وحي يوحى تابعونا الآن بالتأكيد بعد شرح الدعاء ومعرفة معانيه وآساره عندما تدعو به لا شك أن الدعاء سيصبح ألذ بكثير فإذا انتهى العبد من الاستخارة كيف يعرف أي الاختيارين أفضل؟ كثير من الناس يظن أنه سيرى في المنام شيئا أو أنه سيسمع صوتا أو سيحس بشيء في صدره إحساس مرتاح أم ليس بمرتاح ليس هذا هو المنتظر من الاستخارة المنتظر أن الشخص يوفق إلى الأفضل والمطلوب الآن أن تمضي فيما تراه مناسبا بحيث إذا كان هذا الأمر الذي استخرت فيه هو الأفضل فسوف يتم وإلا فلن يتم هذه هي الاستخارة أن الله سوف يتمم أو لم أو لن يتمم و لا تستعجل بحيث إذا رأيت الأمر تأزم قليلا تراجعت لأنها أمارة و علامة من الله أن تبتعد لا 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 ليست هذه هي الاستخارة الاستخارة أن تطلب الخيرة فإن تم الموضوع فهذه هي الخيرة وإن لم يتم فهذه هي الخيرة فلنحمد الله الذي أذن لنا أن نستخيره وأذن لنا أن نستعينه كم من إنسان يقدم على أموره كلها ولا يجد إلها يعينه ولا ربا يوفقه فاللهم لك الحمد أن عرفتنا بك أنت إلهنا لا إله إلا أنت مع لذة جديدة في حلقة جديدة تابعونا يا الله اشتركوا في القناة